السلام عليكم و اهلا بكم في فيديو جديد من سساية تحويل بيانات على الاكسل مبادئ Power Query او PQB الفيديو ده PQB12 لسه متكلم على تحويل بيانات بنتكلم على مرج يمكن ده الفيديو الرابع اللي لسه متكلم فيه عن مرج بدأنا فيه من PQB09 و 10 و 11 و 12 المرة دي هنشوف ازاي ممكن نستخدم مرج عشان نستبدل SUMIF قبل كده شوفنا ازاي ممكن نستخدم مرج عشان نريبليس الفيديو كوب وشوفنا كمان ازاي ممكن نعمل comparison واتكلمنا كمان ازاي ممكن نقارن بين جدولين ونشوف ايه اللي موجود هنا ومش موجود هنا ويه الحقيقة المشتركة وهكذا وشوفنا كمان في المرة اللي فاتت المشكلة بتاعت التكرار لما يجي استعمل الجوين تايب اللي اسمه left outer لو عندي تكرار في look up table ممكن يعملي مشاكل النهاردة بقى هنشوف ازاي ممكن استخدم الpower query وتحديدا مرج عشان اعمل حاجة شبه ال SUMIF اللي انا بستعملها في ال Excel العادي وحنشوف ان انا ممكن استخدم حاجة اسمها aggregate وانا بعمل مرج بدل ما استخدم expand انتو عارفين زرورة ال expand اللي احنا بندوس عليه ده بعد ما نعمل مرج ممكن استخدم حاجة option فيه اسمها aggregate بدل expand عشان يديني نفس ال effect او نفس functionality بتاعت ال SUMIF وطبعا هنستخدم ال function sum عشان نقدر نجمع قيم رقمية مع بعض ونطلع subtotals زي اللي تطلع بالزبط من ال SUMIF لو عايز تشتغل معايا وانت بتفرج على الفيديو او حتى لو عايز تتدرب بعد ما تشاهد الفيديو ممكن تنزل تحت في ال description هتلاقي لينك ممكن تستعمله عشان تعمل download ال excel workbook اللي انا هشتغل عليه كمان لو لسه مشتغلش في القناة لو سمحت استخدم زر subscribe واستخدم زر الجرس كمان علشان يجيلك notification لما نعمل فيديوهات جديدة في المثال العمالي النهاردة واندي جدولين الجدول الاولاني في مبيعات اليومية بتاعة 25 product زي ما انت شايف على الشمال فيه product id بعد كده فيه date وقوانتيتي وprice وrevenue أو sales الجدول الثاني الصغار العليمين ده فيه بس الاكواد بتاعة ال product واسامي ال product هم دول الاكواد هم موجودة هنا طبعا الجدول الاولاني هو fact table او transaction table ولو نزلت تحت اكتر من 69000 line زي ما قلنا بنسميه جدول المعاملات او fact table او transaction table وده بنسميه جدول البحث او look up table زي ما اتفقنا قبل كده المطلوب ان انا استعمل حاجة شبه ال sum if واروح اجيب المعلومات اللي موجودة بتاعة sales هنا let's say وعمل لهم summary باسامي المنتجات 25 منتج وعايز اعمل الكلام ده باستخدام فطبعا احنا قلنا اذا الشغل مع ال table بيكون مريح في ال power query وقلنا قبل كده كمان الافضل اكون مدي اسامي لها معنى لتابلز لو رحت على table design انا مدي sales 2019 لتابل الاولاني والتابل التاني اسمه products خلينا ندخل اول table جوه ال power query هنروح على ال data ribbon زي ما تعودنا على الشمال منطقة ال power query اسمها get and transform data في ايكون هنا على طول لو قفت عليها هكتب لك from table او range انا طبعا واقف جوه ال table فلو دست عليها على طول هيتريجر ال power query editor وحيودي ال table ده جوه ال power query وحيخلق بيها query على طول وحيكون اسم ال query متاخد مباشرة من اسم ال table زي ما هنشوف دلوقتي حالا الاسم 6 2019 نفس الاسم اللي موجود بالزبط في ال table ودي ال data موجودة preview لل data موجودة عندك في النص هنا ولو قفت هنا على ال applied steps هتلاقي كان فيه step اللي هي source لما راح جاب ال data على طول من ال table وبعد كده عمل change type حاول لوحده يكتشف ال data types اللي موجودة جوه ال table بتاعي تعالى نعمل عليها check سريع قبل ما نكمل شغل 1 to 3 دي معناها زي ما انت شايف كده معناها whole number which is fine بالنسبة ل product id بعد كده date بس فيه time انا مش محتاج ال time ممكن لو دست على طول من هنا ممكن اختار date من غير time بيسألك عايز تreplace ولا تعمل new step طبعا اريبلايس احسن عشان ما زودش ال steps هنا في حاجة ما لهاش معنى quantity 1 to 3 كلام جميل 1.2 دي معناها decimal نفس الكلام في revenue decimal و decimal اعتقد مناسب لل price و لل revenue ال table ده جاهز ممكن اعمل close and load close and load 2 انا مش محتاج ال data دلوقتي في حتة خليني بس only create a connection فمعنى كده ان فيه query اتخلقت اسمها sales 2019 و موجودة في ال background هقدر استعملها نفس اللي عملته في ال table المرة دي خلينا استعمل keyboard shortcut alt a p t هتعمل نفس اللي حصل بالزبط هتفتح لي power query editor و هتضيف query جديدة و هيكون اسمها متاخد من اسم ال table هتلاقي اسمها products و ادي ال data بتاعتك موجودة في النص او preview لل data بتاعتك موجود هنا و two applied steps ما عنديش مشاكل good for product id و abc تاكست جدا بالنسبة لل product name close and load close and load to نفس اللي عملناه هيفتح import data dialogue box هاختار only create a connection و هدوس على اوكي حلاء query ثانية موجودة هنا دلوقتي اهنا جاهزين ممكن بقى نبدأ في موضوع merge ونشوف قصة sum f والكامل اللي كنا تكلمنا عنه طيب دلوقتي انا المرة اللي فاتت لو حد رجع تاني الفيديو PQB09 او حتى الفيديو اللي فات على طول PQB11 هتلاقي ان انا عشان اعمل look up كنت بروح اختار transaction table اعمل عليها double click و اعمل edit و ابدأ اشتغل عشان اعمل look up استخدم join type عشان اعمل look up المرة دي بقى انا هاختار dimension table او جدول البحث اللي هو جدول الصغير ده هاختار query بتاعته اسمها products دي و اعمل عليها double click و هفتح زي ما انت شايف كده حضرتك و هنشوف هنعمل ازاي عملية sum f يبقى انا لو عايز استبدل look up بمرج هروح اختار transaction table او جدول المعاملات او جدول العمليات لكن لو انا عايز اعمل replacement لل sum f زي ما اقولنا هروح اختار الجدول الصغير اللي هو الجدول البحث اللي فيه مثلا هنا بالنسبة لنا موجود فيه المنتجات طيب هنعمل الكلام ده ازاي نفس الطريقة بالزبط هروح اعمل مرج هراك لو عايز تتفرج على الفيديوهات السابقة هتلاقي فوق الوقتي اللينك بتاع PQB09 ممكن ترجع له اول ما هيختفي هيظهر على طول PQB10 وراهم على طول هيظهر PQB11 ممكن ترجع لأي واحد فيهم بيحكي قصة المرج من اولها تعالى نشوف من الوقتي ازاي هنستخدم مرج زي ما اتفقنا عشان نعمل replacement ل sum f و انا واقف على ال query اللي اسمها products هروح على home ribbon وهاختار merge queries هيفتح لي merge query dialog box وطالما انا مختارها و انا واقف على products فby default هتلاقي في ال merge query dialog box النص الفؤاني هاطيلك في preview لل table بتاع products او query اسمها products ومحتاج اختار ال table التاني من تحت من drop box اللي موجودة هنا دي في الحالة طبعا دي هتكون sales 2019 محتاج اقول له فين ال field او column اللي هيعمل عليه المرج او هيعمل عليه الماتشنج عشان ينفذ المرج هاختار طبعا product id هو المشترك ما بين الجدولين هاختاره من فوقه تحت هنا بيعمل estimation للماتشز قالك والله فيه 25 ماتش من 25 ماتش يعني الخمسة وعشرين ايدي اللي موجودين هنا لاتلهم ماتشز كلهم ليهم ماتش موجود في sales 2019 table خد بالك انا مختار join kind left outer وزي ما اتفقنا بقية join types زي ما انت شايف موجودة في موجودة تحت لكن انا هاختار left outer لو عايز تعرف ازاي نستخدم البقيين ارجع لفيديو PQB10 هتلاقي شرح لكل join types او join kinds طيب تعال الوقت احنا جاهزين ممكن نعمل اوكي وزي ما انت شايف حضرتك هيفتح لي column جديد واسمه sales 2019 جابه منين ده اسم ال table التاني sales 2019 لزي ما انت شايف وزي ما انت شايف حط table table لو اخترت ال table ده من على يمين هتلاقي ايه حركة هتلاقي كل الماتشز اللي لقاها راح دور جاب 2001 وراح بيها على sales 2019 وجاب لك كل الماتشز اللي موجودة هنا اللي بعديها نفس الكلام لو اخترت 2002 جاب لك كل الماتشز بتاعت 2002 موجودة في ال table اللي موجودة هنا ده طب دلوقتي انا لو عملت expand زي ما بعمل عادي ال expansion العادي اللي بعمله زي ما عملنا في المرج اللي عملنا قبل كده في فيديو PQB09 ايه اللي هيحصل هتلاقي ال table ده كبر جدا وكل سطر من دول بقى مكان وعدد السطور اللي موجودين هنا وال table طبعا هيكبر جدا هيبقى ده ال table التاني بس مش ده انا عايز اعمله طب هاعمل ايه عشان اعمل قصص برضو هاعمل expand هدوس هنا على نفس ساهمين دول العكس بعض وهيفتحي نفس ديالوج بوكس بس بدل ما بقى واقف على expand زي ما انت شايف هنا كده هدوس على aggregate ونفس ساكمنا بنعمله ما تنساش تشيل use original column name as prefix وبعدين بص بقى ادالك انت حركة عايز تأجرجة ايه بالزبط انا محتاج اعمل aggregation زي ما قلنا لل quantity فههعلم على quantity ال price لو جمعته مش هديك حاجة لها معنى فمش عايزينه بس ممكن اجمع كمان ال revenue فيه كمان column بتاع date قالك ممكن تعده لان طبيعي ده column جوا date فطبعا ملوش لازمة ان انا اعمله جمع فهو قالك لو عايز تعمل count ممكن انا مش محتاجها برده وممكن تعمل sum لل product id دي كل ال aggregation المتاحة اللي حركة ممكن تعملها فانا اختارت عايز sum of quantity وال sum of revenue وحدوس على اوكي هتلاقيه بينشئ ال 2 column جوداد والcolumns دي فيها ال aggregation اللي حركة تربطها منه طبعا نسبيا اخدت وقت اكتر من المرج العادي اللي هو بي replace ولكن في النهاية عندك الناتج النهائي 2 columns واحد اسمه sum of quantity والتاني اسمه sum of revenue محتاج ازبط ال type بتاع ال data لان طالما كاتب ABC تحتها 123 دي معناه ان هو مش محدد بالزبط ايه data type فمحتاج ازبطه الاولاني انا ممكن اخليه whole number لان زي ما انت عارف ال quantity دايما ما فيهاش decimals التاني ممكن اخليه decimal number لان طبعا revenues بيكون فيها decimals انا مش محتاج اول column اللي فيه ال product ID خلاص انا عندي اسم المنتج وال quantity وال sales ممكن اقف عليه وادوس على remove اعتقد كده جاهز ادي كل ال applied steps هنا ال merge query وراها aggregate كنا زمان بنشوف مكان هنا ال step اسمها ايه كنا بنشوف اسمها expand الموضي يشوفنا اسمها aggregate بعد كده change type واخر حاجة لما شلنا ال column طبعا لو عايز تعرف الموقف قبل اي واحدة فيهم ممكن بس ترجع تختار الخطوة اللي قبل كده كان طبعا احنا شرحنا في فيديوهات سابقة وده الوضع النهائي الحركة هتعمل به load انا جاهز close and load ما عنديش اختيار غير close and load بس لان انا عملتها load قبل كده فهتطر اقفل اعمل close and load وبعدين عشان اغير load option حي على زي ما قلنا بقى product مش sales احنا عملنا التغيير في product اعمل عليها right click واقول له load 2 هيفتح لي تاني ال import dialog box ويسألني عايز اعمل load فين المرة دي انا هاختار table existing worksheet وخلينا نحطها في K1 وندوس على اوكي هيكاري ال table جديد زي ما انت شايف ال table add table بالظبط اللي هو 25 line وفيه aggregation اللي احنا كنا عايزينه جاب لي ال quantity وجاب لي ال revenue او sales اعتقد مفيد طبعا مفيد جدا لما يكون عدد ال data ضخم خد بالك ان كلها dynamic يعني انت لو زودت لو زودت data تحت او غيرت في ال table ده لو عملت بس refresh هنا هجيب معاك كل ال data حتى لو زودت في look up table لو زودت حاجات هيقدر برضو يعمل لها absorption هنا وهتلاقيها impacted فطبعا اعتقد جميل اعتقد جدا لما تكون ال data كبيرا والSUMF يمكن يتقل لك الجهاز ويتقل لك ال excel sheet بكده نكون وصلنا لهاية الفيديو قبل ما اصيبك لو لسه لا تركتش في القناة لو سمحت تستعمل زر سبسكرايب واشترك وعمل لايك للفيديو لو عجبك واسب لي comment واشوفكو في الفيديو الجاي وشكرا جدا لوقتوكو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة